اهلا بكم في قناة قصص وحكايتنا قبل ما نبدأ حكايتنا بتمنى تفعالوا بجرس على الكل وتدعمونا بلايك وفي البداية هنصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل السلامة وقتم وبعدين رد عماد وقال يلا يا ماما يلا بينا دينامية تكلنا دي تجننت على آخر بعدين ردت كوسر عليه وقالت له يلا يا ابني يلا بسرعة قبل ما تعمل فينا حاجة وبعد ما خرجه قال لها عماد لمامته بوش أصفر وبسبب خوفه من كلام ياسمين قال لها بقولك ايه يا ماما موضوع الجواز ده انت تنسيه خالص قالت له كوسر ماشي عندك حق يا ابني والله دي تجننت على الآخر وبعدين تتجوزها تتجوزها ايه عشان تعمل فينا حاجة ومشوا بسرعة وكانت أمل بتتحدحك عليهم لحد ما عليها دمعت من كترة ضحك وقالت لي ياسمين الله يخرب بيتك يا ياسمين ده انت سرعتيهم قالت لها ياسمين ما هو حاجة قرف بقى يا ساتر ده العجوم تاني انا هكثر رجلهم بجد قالت لها امل لأ ده مستحيل بعد اللي انت عملت ده يجو تاني قالت لها ياسمين احسن برضو وكفية علي يا سي كريم ده واللي بيعمله فيه وبعدين في بيت صفوة الحسيني قال لي كريم لبابا فيه شيكات مهمة يا بابا ولازم امدتك عليها علشان اوديها البنك فقال له صفوة تمام يا حبيبي وانت اغبارك في الشغل ايه قال له كريم الحمد لله الدنيا ماشية بعدين قالت له سلوة العقربة وايه اغبار المساعدة بتاعتك الست ياسمين قال لها كريم تمام وزي الفل يا سلوة هانب وكنت فكرة انك هتطفشيها بس ده مش هيحصل فما تحوليش مهمة زهقتها هي مش هتمشي فقالت له سلوة ايه الاسلوب اللي انت بتكلمني بيدا قال لها يا كريم وعايزيني يكلمك ازاي قالت له سلوة تحترم على الال الواقع ان انا امك قال لها كريم بسخرية اكتر من كده احترام وبعدين جات الخدامة تقولهم ان فيه ديفا وصلت برا وكانت الديفا دي هي نتين فدخلت نتين بنت جميلة والشابة شوش وبتكون قريبة والدت كريم وكمان نفسها تتجوز كريم فدخلت وقالت لي سلوة وحشتيني قوية انت سلوة قالت لها سلوة وانت كمان يا حبيبتي اهلا بيكي اخبارك ايه راجعتي من باريس امتى قالت لها نتين مبارح وبعدين نتين قالت لي كريم ازايك يا كريم عامل ايه قالها كريم تمام الحمد لله وماشى وصابهم من قبل ما حتى نتين تقوله انا هي جابت له معها هدية مبارا هو كان عارف ان هي بتحاول تقرب له لكنه ما كانش عاوزها بعدين بعدها بشوية طلعت سلوة وراه وقالت له على فكرة ان زهقت من اسلوبك ده قالها كريم بقول لحضرتك خير هو فيه ايه يعني هو انا عملت ايه عشان تزهقي من اسلوبي قالت له سلوة انا جاي اكلمك بخصوص نتين قالها كريم ومالها النديم بقى ان شاء الله قالت له هي مالها يعني البنت مش عاكبك في ايه بنت الشيك ومن عيلة واي شاب يتمنيها قالها كريم ايوة اي شاب يتمنيها بس مش انا قالت له سلوة وليه بقى ان شاء الله وانت نقصك ايه قالها كريم لا 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 كفاية عليها سلوة هانوه بس مش عايز نسخة تانية منها قالت له سلوة تصدق حقيقة انا معرفتش اربيك قالها كريم اه وهو حضرتك ونت فاضي عشان تربيني والنبي بقى ليش نفتح في موضيع توجع دماغنا احنا الاتنين وعن اذنك عشان انا وراي شغل وعايز اخلصه قالت له سلوة ماشي بس انا برضو مش هسيبك تعمل اللي في دماغك واللي بتحصل فيه يا كريم مش هيحصل قالت له يا كريم وهو ايه اللي في دماغي وانت خايفة منه قالت له سلوة انا سيبك تتجوز بحده مش من توبك ولا انت من توبها قالت له يا كريم توبي ايه ومش توبي ايه اللي بتتكلمي عنه بس تصدقي فكرة برضو ازاي ما كنتش واخد بالي قالت له سلوة واخد بالك من ايه يعني قالت له من اني ممكن اتجوز وحده مش من توبي ولا انا من توبها فعلا واشوفك هتبقيت اعملي ايه بقى يا سلوة هنا قالت له سلوة وده مش هيحصل ابدا وحطت في بالك كده قالت له يا كريم ماشي هنشوف وده وعد مني انا ان انا هتجوز وحده تخالف كل توقعاتك اللي انت سمع في دماغك دي وهنشوف سعيدها هتعملي ايه وبعدين في الشركة ياسمين كان بتخلص شوية شغل من اللي طلبهم منها كريم فشافت بنته وقفة قدامها فقالت لها ندين هواي قالت لها ياسمين اه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقالت لها ندين بتقولي ايه انت قالت لها ياسمين انا برد التحية بتاعتك قالت لها ندين طيب طيب مش مهم كريم موجود قالت لها ياسمين اه موجود نقول له مين قالت لها اقول له ندين ودخلت ياسمين عشان تقولي كريم ان الندين وقفة بر وبعدين ندين دخلت له وبدأ كريم يقولها بجدية قوي خير يا ندين هو في حاجة انت جاية ليه قالت له ندين انا جاية اشوفك وكمان عزمك على الغداء فقال لها كريم شكرا والله بس انا عندي شغل كتير ومش هاتراكي قالت له ندين هتكسفني يعني فاضطر كريم انه يوافق على طلبها من باب الزوق لانه عارفها من زمان وهي قد بيت منطل وكان عيب انه يكسفها فقال لها طيب تمام ماشي بس انا لعزمك فقالت له ندين مش هنختلف انا وانت واحد وخرج كريم معي بس لما طلع كريم من الشركة لقى ياسمين واقفة بره وجاعينا وكانت بتاكل فراح وقال لها ايه اللي انت عاملا في الشركة ده قالت له معلش انا كنت جاعينا قوي قال لها ان المنظر ده مش هايز اشوفه تاني وما يتكررش وبعدين خدنا دين وقال لها ننزل المطعم اللي جنب الشركة وهبقى ارجع كمان شوية وبعد ما نزله ياسمين طبعا ما قدرتش تسكت وقالت يعني انا لما اكلتها تزعق وانت تنزل وتاكل اله يا رب تدفعك السم الهاري انت وهي وبعدين لما رحت ندين وكريم المطعم قالت له انا من زمان شايف علاقتك بمامتك مش كويسة ايه السبب يا كريم قال لها كريم انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده ويا ريت نغير الموضوع قالت له ندين ليه احنا نعرف بعض من زمان منو احنا صغيرين وممكن نبقى صحاب قال لها كريم استروح انا مش بحب الصدقات اللي منوها ده قالت له ندين ليه يعني خايف تحبني قال لها كريم انت ثقتك بنفسك علي قوي قالت له ندين ايه مش من حقي يعني هو انت شايفني وحشة وعلشان ثقت بنفسي يعني ما تحبنيش قال لها كريم لا لا خالص والله بعدين قالت له طب ايه استهلي خلي الواحد عنده ثقة في نفسه غير الجمعي قال لها كريم حاجات كتير قوي بس اظن انك مش هتفهميني قالت له ندين طب بصة انا هحاول افهمك قال لها كريم هو انت عايزة مني ايه بالزبط قالت له بس روحة كده انا عايز اقرب منك قال لها تقرب مني ليه يعني هتستفد ايه قالت له ندين عشان انا معجابة بيك يمكن قال لها كريم اه وايه المطلوب مني بقى قالت له انك تديني فرصة نقرب من بعض ومش جايز لو قربنا من بعض نحب بعض قال لها كريم لا 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 ما تتعبش نفسك صدقيني انا ما انفعكيش وما فيش امل مني قالت له ندين ليه يعني انت شاب حلو امور وطموح واي بنت تتمنىك قال لها بيتهيئلك علشان انت بس تعرفيني من زمين فبتقولي كده قالت له ندين كريم انت مش بتبص النفسة في المعي مش شايف وسمتك وحلوتك قال لها كريم انت شكلك بتتغري بالمظهر بس من جوة اظن ما فيش واحدة تستحمل طبعي قالت له ندين طب جربني وشوفه مش هتندم قال لها احسن لك تنسي الموضوع علشان ما توجعيش دماغك على الفضي والضيعي وقتك على الفضي قالت له ندين بس انا مش هيقس منك قال لها كريم وانت يبين عليك يا غبي واجه على دماغ وبعدين قال لها انا لازم اطلع للشركة تاني عشان عندي شغل مهم وبعدين سابها ومشي وبعدين في يوم جديد في اجازة ياسمين وامل دخلت وقعدت معها شوية وكانت ياسمين بتحب قوي الرسم وكانت شطر قوي في الرسم فاقترحت عليها امل وقالت لها مش بتفكرت بيها اللوح بتاعت بديها ياسمين دي حلوة قوي او على القلة تتعملي مع حد واتبعيله اللوح قالت لها ياسمين والله نفسي بس بفيش وقت وانا برسم كهوية مش حرفانة قالت لها امل صدقيني ياسمين شوفي حد واعرضي عليه رسوماتك وجاي استطرب معاك وتبقي رسامة مشهورة وبعدين كان فيه محامي ساكن جنبهم اسمه واسيم وكان واسيم بيحب امل من وهي صغيرة وبعدين رح وكلم مومتها ومومتها حاجت لها واخدت رأيها وراحت امل عشان تاخد رأي ياسمين وقالت لها ياسمين طبعا يا امل وافقي وافقي على طول ده طول عمره مؤتب وكويس وعايش لوحده وعمرنا مشوفنا ولا سمعنا عنه حاجة وحشة ففرحت امل وقلقت ان ياسمين بتشجعها وقالت لما مومتها ان هي موافقة وعملوا يعني فرح على الدايق كده وسكنت معاه في شائطه اللي في نفس الشارع عشان تبقى ضم بما مومتها وفي يوم تاني اتفقت ياسمين وامل ان هما ينزلوا عشان يجيبوا ادوات للرسم والحاجات بتاعتها وفي وسط وهم بيجيبوا الحاجة خبط في ياسمين واحد ووقع منها كل الالوان واتبهدلت طبعا يا اسمين كانت هتتعصب عليه بس قالت لها امل خلاص ده ما كانش ياخد باله والله فقالت له ياسمين بعد ما قاعد يتأسف لها كتير قوي قالت له خلاص خلاص مفيش تهيل لأسف قال لها طيب انا ممكن اجيب لك عصير قالت له لا 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 خلاص والله يملوش لزوم وما فيش حاجة حصلت وبعدين اخدت امل ومشت فكريم في كل يوم ياسمين كانت بتبقى غايبة فيه وبيبع عندها اجازة كان بيحس بالفراغ قوي وكان بيقول لنفسه هو انا ليه حاسس بالفراغ ده كله هل عشان انا متعود عليها ولا على حركاتها المجنونة اللي بتدحكني وبعدين في الوقت ده دخلت عليه ممتو وقطعت عليه تفكيره وكان عارف طبعا ان احي لازم هتعطن عليه كالمعطاق دي يعني وقالت له انت اهد لوحدك ليه قال لها كريم عادي يعني قالت له طب يلا ام عشان اتغدى قال لها كريم لا لا شكرا انا مارش نفسي مش عايز اكل قالت له طب ايه رأيك لو خطبت ندين اتعصب كريم قوي وقال لها ابنرفزة هو انا كنت قلتلك ان انا عايز اخطبها قالت له سلوة فيها ايه يعني لو خطبتها هيجرى ايه قال لها كريم بصوت عالي احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده وقلتلك انا مش عايز اتزوز ندين وهم بيتكلموا وصوتهم عالي دخل بابا عليهم القوضة فقال لهم في ايه ملكم صوتكم عالي ليه وجايب لاخر الشارع قالت له سلوة بقول له ايه رأيك تغطب ندين وهو مش موافق وعمالي زعق قال لها صفت وهو ابنك صغير علشان تفرزي رأيك عليه فحاجة زي كده ده جواز بعد كده قال كريم قل لها والنبي انت بقى يا بابا علشان نزهقت واتخنقت قالت لهم سلوة وانت ناوي تتجوز امت بقى ان شاء الله لما يكون عندك خمسين سنة قال لها كريم انا حر اتجوز ما اتجوز انا حر قلت له سلوة بص بقى انا صبرت عليك انت هتتجوز ندين سواء بردوك او لأ قال لها صفت هو انت بتقول ايه يا سلوة كفاية بقى قالت لهم سلوة هو ده اللي انتو سمعتون تل اتنين وده اخر كلام اقوله فرد عليها كريم بعصبية وده مش هيحصل ابدا يا سلوة هنب وهتشوفي انتو مش عايزان هتجوز ماشي انا هتجوز بس اللي هتجوز بس لها هتجوز اللي تعجبني قالت له سلوة باستغرب وهي مين دي بقى ان شاء الله اللي انت هتتجوزها قال لها كريم لا 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 خليها مفاجئة احسن اشتركوا في القناة